أسعد الله وقاتكم وتابعيني أعزائي معكم حسيني مقناة نظر في عالم السيارات وعدنا اليوم حلقة جديدة للإجابة على أسئلتكم فأبقوا وياه في البداية أحب أشكركم على أسئلتكم الجميلة وإن شاء الله راح نبدأ بالسؤال الأول من حساب اسمه The Hulk يقول السلام عليكم وعليكم السلام أخي يقول ليش لا تقترح على الشركات وضع مروحات إضافية بدل من تركيبة في الورش الخارجي لأن أغلب السيارات لا تتحمل حرارة الجو في الصيف يعني جو العراق طبعا حبيبي المروحات الإضافية اللي احنا نحكي عليها دائما أنا أحكي أقول السيارة إذا وارد أمريكي شدوا له مروحة إضافية بس السيارات الوارد الخليجي هم حسب مواصفات دول مجلس تعاون يعني دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي يسوها الشركات فالراديترات شوية تختلف والمروحات أيضا تختلف بها أكثر من سرعة ما تحتاج سيارات وارد خليجي ما راح تحتاج مروحات إضافية أما السيارات المستوردة من غير أسواق يعني مثلا سيارات وارد أمريكي وارد كندي هاي تحتاج تضيف لهم مروحات إضافية مرات ليش؟ لأنه هاي سيارة مصممة لغير أسواق مصممة لأسواق المناخ مالها يختلف نهائيا عن العراق فهنا الشركة دائما تحاول تصنع السيارة بأحسن كلفة تجارية بالنسبة للشركة من حيث الربع يعني إذا الشركة هناك بأمريكا ما تحتاج مروحة إضافية تجي تشد مروحة إضافية للسيارة أو برات مال الدهن مال قرر السيارة هاي سيصر كلفة إضافية على الشركة وإحنا لما نحشي على إضافة جزء للسيارة ما نحشي على سيارة واحدة أو اثنين الشركات تنتج آلاف السيارات فهنا القطع راح تزداد بشكل كبير والكلفة راح تزداد بشكل كبير وكذلك راح يزداد عندك سلاسل التوريد للشركة يعني الشركة هناك مو كل شيء يتجهز بنفسها راح تحتمل على موردين آخرين حتى يجهزوها للقطع هاي فكل هذا يعتبر عمل إضافي وعقود إضافية للشركات فالهسبة نشوف الشركات دائما تخلي لكل سوق مميزات خاصة بها حتى تقلل للتكاليف وتزيد هامشة الربح عندها ونفس الوقت السيارة تكون ملائمة للسوق الموجهة إلها فيعني الشركة هي اللي يتحدد والوكيل طبعا هو اللي يحدد المواصفات اللي يريدها للمنطقة مالتها طبعا الوكيل يتحدد لك الوكيل مال الشركة إذا هو وكيل قوي وتشبير مو موزع صغير إذا هو وكيل قوي وتشبير يقدر يفرط السروط على الشركة فعلا يقدر يفاوضهم يقول إحنا المناخ عندنا هيتي وهيتي فالشركات تعدلها بالأنظمة الميكانيكية بالأنظمة مال التبرير حتى بأنظمة التعليق ويخليها موالمة لظروف القيادة بالسوق الموجهة إلها السيارة اللي تتوجه لذاك السوق أنا هنا وصلت لنهاية الفيديو اللي عليكم شنو إنه لا تنسونا باللايك وشير والما مشترك أنا خليشترك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته